بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام عليكم متابعيني متابعاتي حبايب قلبي شونكم أخباركم إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية ربي اللي أول مرة يزوروا قناة وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها يفعلوا خاصية الجرس يضغطون على اللايك وانطيهم قلب آني وأكون ممنونة منكم متابعين متابعاتي الصبح قعدت خليت فاصولية ولحم على الطباخ شوفوا ها الفاصولية وها اللحم طبعا الفاصولية ما نقعتها يعني هي بدون تنقعت أخليها يعني وهي متستوي يعني خوش فاصولية هاي بيها نسك يلو اسمها تاك جيسها أزرق شفاف بس به لون أزرق نسك يلو فمو كله نسك يلو أنا أخليه شوفوا حبيباتي عاد بعد ما أفار اللحم جيت على الزفرة ماتو كلها هذي مثل ما شوفون أشيلها كلها بد شمشة وبعدين عاد أخلي شوية ملح هذا همين أخلط الفاصولية على مد شوية يعني خاف من جوه هذا حتى كلها تتحرك و بالمي أجفور شوفوا حبيباتي هي أنا جيت عليها تقريبا صار ساعة أنا خليتها على الطباخ والفاصولية هم شوفوا مستوية راح أقرب لكم إياها مستوية الفاصولية وهذا اللحم راح أشخله أخلي المي مال وفوق الفاصولية وأحمسه بس أخلي يعني حق بعد خمس دقائق هي شي تال الملح الخليته عليها تشرب عاد كله فرقت المي مال فوق الفاصولية وهي جاي تفور هسا عاد راح بعد ما نحمس أجيب معجون لخاطر عيونكم أحبيبات قلبي وأخلي معجون بس اللحم لازق بالجدرية راح أخلي عاد المعجون فوق اللحم حتى ينحمسوا إياه ليندائما يقولون حتى تروح الشوخرة مالتو والله أنا ما حسبي شوخرة ما عرف يعني فأنتو اللي تخلون يعني ينحمس يعني ما راح ينحمس اللحم اللحم شنو المعجون لأن لازق اللحم ما أقدر يعني شوفوا سعاد أحاول أخلي على المكان اللي ما بي يعني لحم حتى ينحمس شوفوا حبيباتي الغاليات هذا المعجون هذا المعجون هم خليت وهسعاد أشيل الجدرية مات الفاصولية وأفرغها فوقه شوفوا هسعاد هو يعني يعني طبعا هي شي أطبخ حتى ورد قالت ثلاثة طبخين هي الفاصولية واللحم سو اثنين لا أحب ليش يعني ما يعجبني هيش أنا أحب هيش طريقتي بالطبخ هيش يعني إذا ما اللحم وحد والزفرة مات وذبها ما عرف عن مهم هيش جاي سوي هنا شوفوا شون جاي أشوف بعد ما مستويزين همين شوفوا حبيباتي راح أخلي بعد أفور وبعد رجع أخلي بهال الجدرية فرقت وخلي راح أطفي شوفوا حبيباتي راح أطفي واخر بجهة لمدة نسوي التمن طبعا أنا عزمت ابن أخوية ميثاق على الغداء اللي قال لي عما شفت الفيديو ومالتي وانتي يعني جايبة طارية وهذا يدي يوم عزميني قلت له متدل البعشر غدا كمي فالبار حتنا نحتي واليوم غدا يمي كان حبيب قلبي ابن أخوي ميثاق فهذه القضرة كلها أقسلها بملح ومي شوف حبيبات يعني هي شي أنظف الخضروات يعني أظل أقسلها خلال القضروات أكثر شي معرضة للميكروبات والهاي بالملح والمي وأظل أقسلها إلى أن يصفى المي عليها شوف حبيبات الغاليات طبعا رحت الظهر على هذا والخضرة اليمني وشفت نفتح صرح ساعة 12 وعشرة شفت نفتح رحت جبت من عندها هاي الخضرة الخس على 500 جبته والفجل والكرافز والكراث والرشاد نقيت وكله وغسلته حبيبات قلب الغالي عشوف هالساعات كله بالمص يخلي تايش خلي من المي عالم يوصل أبو أماني رح يجيب ابن أخويا شوي بيت وبعيد من بيتنا بسيارة أبو يونس هالساعات هذا التمن وأنا رح أصب بالغدا رح أصب مع عون واحد وأخلي أم أماني هي الصب التمن لأن ابن أخويا أجي وهو قال صب على المناصب عاد رح تستقبل بالباب قلت لها أنت كملي وبعد أنا جيت كملت المرقة بالموعين يعني صبيتها مرقة مرت الفاصولية بالموعين يعني عاد جيت صبيت حبيبات قلب الغاليات شوف حبيباتي هذا الفاصولية مالتنا والله العبين كانت قط يبت ملي تكم إينا والله وسهمكم ألف عافية طبعا بنات ورهم يعني تغدينا وكملنا رح شوفوا هذا السفر مالتنا هاي مالجا تعدل المواعين هذا الخس والخضرة همينا الآن يعجبني الخس بش تحيل يعجبني شوفوا حبيباتي هذا هذا ابن أخوي قاعد هنا يم شسم جود هذا جاي يلعب موبايل ومش مش بصفه قلت لهم باقوا علي حياتي هذو الأحفاد الحلوين تايصيبوا القلب شوفوا تايصيبوا لكم قلب حبيباتي قاعدين بصف ابن أخوي ابن أخوي صافن على موبايل شوفن حبيباتي وبعدين بعد ما كملنا وشربنا شاي وصلنا ميثاق ابن أخوي البيت وقلت له ودينا للسد ودينا النمرة ثمانية وهذه نمرة ثمانية حبيباتي أول بدايتها هذا المشروع ما ري الدبس شوفون حبيباتي وهاي نمرة ثمانية طبعا يعني كلش حلوة شقد أقول لكم حلوة يعني أنا مقصرة بحقها يعني وأكو كثير بنات يتمنون أصور لهم نمرة ثمانية عندي يعني متابعات وهاي نمرة ثمانية حبيبات قلبي اللي بيتها هنا وشايلة صار الهسنين صورت لكم نمرة ثمانية من البداية إلى أن وصلنا السد حبيباتي شوفوا هذا الشجر الحلو يعني مناظر طبيعية كلش حلوة يعني وحير قريبة علينا يعني ما شا قولكم والله دائما نطلع هذا الربيع كله نطلع بيها سفرات ومو كل يعني أهل الدبس والمناطق القريبة من الدبس من كاركوك مثلا والمناطق يعني يجون هنا يتنزهون على الغابة مالت الشناقة وبعدين هم يروحون على السد حبيبات قلبي شوفوا هذا اللي ساكنين كانوا هنا شوفوا هاي بيوتكم فوق الجبل يعني كل الجبل فوق هبيت يعني شا قولكم مناظر كلش حلوة واليوم الجو حلو البارحة باردة بس اليوم لا والله الجو دافي وشمس حلوة على مده هذا فقل الأب أماني نطلع بس ننفرد جهال وحتى أصور المتابعات ودانا شوفوا حبيبات الغاليات هذا السفرة مالتنا متابعين ومتابعاتي طبعا هي مو سفرة بس نزلنا من السيارة بس أخذنا صور يما السد آني وأحفادي أماني ومش وحمودي وجود وأبو أماني نزلنا وأماني خذت لنا صور بعدين أنا خذت لهم صور مثل هاي صور اللي شوفتكم يهب البداية وشوفوها سعين عاد راح نوصل للسد طبعا مو بعيد يعني بسيارة مو بعيد قريب يعني عشر دقائق سبع دقائق وتوصلون السد شوفو حبيباتي هسا راح ننزل جوه ونروح للسد هم مكتوب قطعة مكتوب سد الدبس يعني ما شاء الله والخضار يعني مناظر ترد الروح حبيباتي يعني حتى اللي بقلبه هم يشوف الخضار هذا والألوان هاي والطبيعة الحلوة حتى تروح من عنده يعني الهم والقهر شوفو حبيباتي هذا اللافيت مكتوب عليها سد الدبس شوفوها ستشوفونها متابعيني متابعاتي شكرا جزيلا لكم للمشتركين جدد أقولهم ألف هلا بيكم نورتوا قناتي وهي منورة بالعتيجات والوسطانيات حبيبات قلب الغاليات شكرا جزيلا لكم وكل قلبي أشكركم على التعليقات الحلوة حبيباتي وعلى المشتركين جدد ألف هلا بيكم نورتوني حبيبات قلب الغاليات طبعا إحنا هنا جاي نروح نتجه على السد لأن شوية هنا شوية مسافة يعني مثل الصحراء بس بيها الشجرة مثل ما تشوفون يعني هذا المنظر أنا كلش عجبني عبالك لوحة فنية هذا المنظر هذا عبالك لوحة فنية قد عجبني بس هالسيارة جدام نتمشي همين عوائل جاعدة تروح عائلة بهاي السيارة ما كو حد لأن يعني ما دلعالم بعدها مطالعين احنا بعد الغداء يعني مباشرة ساعة بثنتين هي رحنا على السد فما كان أكو أحد يعني عوائل ما كو يعني جتيرين والله وصلنا عاد من وصلنا السد كان أكو يعني شباب يم السد شعل النار وما وصلت يم السد بس السد قريب علي فقلت لأبو أماني خلي أصعد فوق هاي العلوه تشي صغيرة خلي أصعد عليها تأصور السد الحبيبات قلبي فقدم السيارة شوية ورح نعاد يعني قريب من السد حبيباتي شوفوا هسه يبين السد عاد من هاد المناظر الطبيعية اللي تخبل يعني أتمنى كلكم تجون هنا وزورون هاي المكانات الحلوة تجون سياحة ونسة بس ياريت ياريت لو الدولة تهتم بهالم مكان هذا ويسوي مثلا شوفوا هاي السد يعني مثلا سوي ترفيه تسوي كراسي للعوائل اللي تجي مكان كلش حلو شوفوا هذا السد حبيبات قلب الغاليات هنا وقفنا ونزلت قلت لها حتى أصور هاي السيارة دا شوفون هكية بصفة ولد شعلي النار كومت ولد فما رحت بس عاد أحفادي قلت لهم أقفوا هنا يمن السد تأصور كم وهي أنا وأحفادي قلت لهم اركضوا بس لا تصل ونسد لا تقعون وصيحت لهم رجعوا هذو الأحفادي والله العظيم بهالونسة هذي يعني تمنيتكم ويانا والله وتونسون وشوفون هالمناظر الطبيعية حبيبات قلب الغاليات شوفوا هذو الأحفادي جاء أخذ لهم صور إلهي أنا حبيبات قلبي إن شاء الله أعجبكم هذا الفيديو أشوفكم فيديو جديد آخر وأقول لكم مع ألف سلامة